انا فيليب روزدل واسم شركتي الجديدة هو القهوة والطاقة القهوة والطاقة هي محاولة لاستخدام التكنولوجيا في مجال العمل علشان الناس تقدر تشتغل مع بعض بطرق جديدة انا بقيت على قناعي بان في تغيرات هيلة جاية في المستقبل في الطريقة اللي بنشتغل بيها مع بعض ففكرة انك تعين مجموعة من الناس وتديهم مهيات وتقولهم يلا اعملوا مشروع جديد للسوفتوير بقت فكرة قديمة جدا اللي بنحاول نعمله في شركة القهوة والطاقة هو تغيير اسلوب العمل بنحاول نبني شبكة وادوات عمل علشان البيزنس دايما بيتغير احنا بنعتقد ان الناس هتتجه اكتر واكتر بعيد عن المكاتب يعني هيعتمدوا على التعاقدات بدل المرتبات هيشتغلوا مع بعض بطريقة رقمية اكتر من كده وبنحاول نبني موقع انترنت وتطبيقات الايفون والاندرويد تخلي الناس تقدر تعمل الكلام ده بطريقة فعالة تصور تطبيق للشغل يخليك تبص على مدينة فتشوف فين الناس اللي ليها مهارات مختلفة بتشتغل مثلا انت رائد في مجال الاعمال ومحتاج مصمم مواقع انترنت فتصور انك تبص على خريطة مدينة وتشوف في القهوة دي او في الشركة دي خمس او عشر اشخاص كانوا موجودين مبارح ويمكن يكونوا موجودين النهاردة رسالتي للشباب النهاردة هي انك تعرف ان كتير من المواد اللي درستها وانت صغير او في الجامعة وكان رأيك فيها انها مملة وملهاش لازمة يمكن يكون ليها لازمة دلوقتي لان لما خدرتنا زادت على تغيير العالم اللي حوالينا المواد اللي مفيش منها فايدة زي الفلسفة وعلم النفس والهندسة هيبقى لها فايدة بيتزيد كل يوم في عالم بنقدر نغيره كتير دلوقتي مثلا لما نرجع للتاريخ هنشوف الغلطات اتعاملت فين من طبيعة الانسان انه بيفكر في كل حاجة اتعاملت لكن الحقيقة ان ده مش صح الحقيقة هي اننا في فترة من الزمن اللي التكنولوجيا بتغير في العالم حوالينا بسرعة الفضاء اللي ممكن افكار الجديدة تتحط فيه بيكبر مش بيان كمش احنا كبشر متأخرين عن التكنولوجيا في السباق على استغلال الامكانيات الجديدة يعني التكنولوجيا بقت متصلة بالبشر اكتر واكتر يعني مثلا كل ما الانترنت والكمبيوتر بيأثر في الحاجات الاساسية لحياتنا بتخلق فرص لاطفالنا وللطلبة انهم يحولوا حاجة من الحاجات المهمة اللي تعلموها لحاجة بتأثر في المنتجات وباقي العالم